ناس تقول لك إيه العلاقة؟ إيه العلاقة بالأمن الغزائي؟ تغيرات المناخية الأول الناس ما كانتش فهمة يعني إيه تغير مناخ لكن في الفترة الأخيرة خليلين تغير مناخ ده هو الصف والشتاء والخريف والموضوع أكبر من كده وأعمق من كده وعشان كده دايما في كل الحوارات أو اللقاءات أو الفاعليات بحب أبدأ بإن لابد إن الجميع يفهم عمق مضمون قضية تغير مناخ فتر لأن تغير مناخ لم يصبح مجرد تحدي وعلينا أن نستعد لمواجهته لكن أصبح تهديد يهدد الأمن الغذائي وبالتالي يهدد الأمن القومي المصر بشرية بشرية كمان هو يهدد البشرية كلها والعالم كله لكن إحنا يهمنا في المقام الأول هذا الوطن مصر فبالتالي إحنا بنتكلم عن مصر ويهمنا وضع مصر وضع مصر في مواجهة التغيرات المناخية وده يخلينا نروح لحتة بس في البداية نحن فعلا نهنق مصر ونهنق أنفسنا بالنجاح منقطع النظير في القدرة على هذا التنظيم الرائع لمؤتمر المناخ السبب والعشرين ده مش بنقوله مش بنقوله عشان إحنا مصريين ومتعصبين لوطننا العزيز مصر لا العالم أجمع وكل الزعماء في كلمتهم بدأوا بكلمة واحدة بس نهنق مصر على هذا النجاح في التنظيم الرائع لما العالم كله يشهد هذه الشهادة يبقى نوقف انتباه واحترام لهذا الوطن اللي قدر بأبنائه يعمل هذا التنظيم الرائع ومصر قبل كوب 27 قبل قمة المناخ السبع والعشرين غير مصر بعد قمة المناخ وهنشوف ده إن شاء الله وهنشهد تأثير ده ومردود علينا إن شاء الله نرجع لتأثيرات تغير المناخ على الأمن الغذائي ومصر من أكثر الدول المتأثرة بتغيرات مناخية بنقول ده مش كلام ده واقع ملموس والقطاع الزراعي المصري اللي هو الأساس في منظومة الانتاج المرتبطة بمنظومة الأمن الغذائي هو من أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية ليه؟ لأن البساطة جديدة جدا كل تأثيرات تغير المناخ سواء ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة المؤدي إلى انصهار الجليد والثلوج الموجودة في محيطات العالم يؤدي ارتفاع سطح البحر ده مؤثر بشكل رئيسي على القطاع الزراعي المصري كمان كل موجات الجفاف النتيجة عن تغير المناخ تؤثر على القطاع الزراعي بالإضافة إلى كل التأثيرات الناجمة عن تغير في خريطة الأمراض والأفات اللي نتج عن تغير المناخ الأمراض والأفات أيوة المصيبة للمحاصيل والزراعات المختلفة هنقول مثالين بس أو مثالين في منطقة البساطة حصلوا في مصر وإحنا لمسناهم ويمكن في واحد منهم الناس ما كانتش يغدى بالها ولكن ده كان أساسه تغير المناخ طيبا في 2009-2010 ظهرت حشرة ضربت عندنا محصول الطماطم اسمها توتا أبسليوتا أيوة وضمرت عندنا محصول الطماطم وبدأت طماطم سعرها في السوق ده كان سببها الأساسي التغيرات المناخية اللي خلت الجو عندنا أصبح ملائم لهذه الحشرة اللي جاية من أمريكا اللاتينية استوطنت أسبانيا بعد ما أصبح الظروف تغير المناخ في أسبانيا ملائمة لها وتعد البحر وتخش عندنا بداية من المغرب الجزائر تونس ليبيا وتضرب مصر في 2010 بالمناسبة كان فيه أبحاث علمية عشان العلم هو الأساس في كل شيء وهو حائط الصد الأول والمنيع في مواجهة أي تهديد وأي خطر يواجه أي وطن في موضوع تغير المناخ وموضوع التأثيرات لانتقال الأمراض والأفات كان فيه دراسات يتعاملت مع بداية ظهور هذه الآفة وقبل ما تدخل مصر وتقال يا جماعة في آفة هتدخل مصر نتيجة للتغيرات المناخية لكن برضو الوعي ما كانش زي دي الوأس لكن احنا النهاردة الحقيقة فيه وعي غير عادي من القيادة السياسية في مصر بموضوع تغير المناخ وعشان كده أي من بنقول أن قضية تغير المناخ لازم يفهمها العالم والباحث السياسي والتنفيذي المهندس والفني المواطن والمزارع البسيط لازم كلنا نفهم هذا مهم جدا صحيح شو بقى التأثيرات على القطاع الزراعي وعلى الأمن الغذائي تمام زي ما قلنا ارتفاع مصر سطح البحر بيعمل إيه؟ الكلام الحادث عن أن فكرة ارتفاع مصر سطح البحر هتوصلنا لغرق بعض المناطق أنا بالنسبة لي كزراعة شوه ده الأساس اللي أنا بفكر في القلق منه بقدر أنه من غير ما يغرق أو يتم غمر مناطق معينة بالمياه الدرر الدرر موجود لأن بيحصل ضغط من المياه المالحة للمناطق القريبة من السواحل تمام ويتأثر على إيه؟ بتأثر على منطقة جزور النباتات ترجمة نانسي قنقر